ايه الشطارة دي؟ صدره دكتور صدر عايز اعرف 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 احنا لسه بقى عندنا قاعدة عايزين او عند درس اكتشفتوهم واحد واحد ازاي دول دول مشكلة مشكلة هرجعك بقى لبسقات عارف طبعا بضوحاتك عارف كويس بره اوروبا وامريكا الناس اللي بتخش الدرس لابتدائي دول لازم يبقى اهم واقوى واعلى كفاءة تدريس ممكنة يعني بينقوهم اقوى من مدرسين سنوي لانه وتبدأ مع دول يبقى انت كده اسست مزبوط الولاد كبروا بقوا حاجة تانية الظبط فهرجع بقى على مسألة من هنا خدت قرار هتبدأ تركز مع الولاد الزغيرين بتقواب تدائي الظبط ثم لقيت عندهم بقى فكر طفل بالمنظر ده منفعش وقتها كانت العولمة زادت بدأ بقى في ميديا بدأ بقى في الحاجات دي بالترنات و بلاتفورمز و أبليكيشنز فلازم بقى فخلص بقى فتعويلي بقى انتو الموضوع كبير فبدأت من اول 2010 بتركز بقى طفل اتنين تلاتة اربعة جمع مضوعية كبر اه 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 اجمع بقى الموضوع لا ما تخدنيش في دوكا بتجمعهم ازاي ما انا اه بدرب عندنا في بورسعيد في مكتابة مصر عامة حيل و انا قريدي ابني من ابناء الشباب رياضة رائع فكنت بدرب في مركز شباب المدينة فكنا عندك فرصة تشوف عدد كبير بتفلتر ازاي؟ اول حاجة يعني خلينا متفقين طفل من غير اهل لا يعني شيء انا عدت فترة عشان اواعي الاهل على اهمية الاهلة اللي تيجي يعني انا مش عايز اهلة تبقى غالية بس اهلة فيها الحد الادنى من المستوى اللي تسمح لان الطفل يلعب كويسا حلو فبدأت ننطقي الاهالي اللي ترضى تقبل لان فيه اهالي هفناستايم تعال عب انت كده اهلعب مع الولد وخلاص لا لكن اللي فعلا عايز ولاده يتعلمه مزيكة صح بالظبط هو عنده صبر لان الموسيقى من النوع اللي هي ممارسة كتير بالظبط لان البرفورمت بتاعتها صغيرة وحاجات فوق بعض كده لحد ما ايه ما تعرف تجمع طبع مهارة يعني المجهود اللي بيطلع عازف يعمله لك في خمس دايق على المصرح ده بقى فيه خمس سنين اكيد اكيد ولو بقى عشر سنين تلاقي الخمس دايق ده المباهرين مه فالفترة دي لازم انت فكان يهمني جدا انتقاء اوليه الامور اوكي فالحمدلله ربنا اقرمني بمجموعة اوليه امور الولاد دول اه ياعني مقاتلين مقدرش ولا عليهم اكتر ما كدة اه يا الله عندنا بروفا عندنا شغل هما الولاد احنا بنهزر معاهم وليحك وكل حاجه اسوقات شغل في شزهر في حاسم امتحنات اضبط امورك وامتحناتك ودراستك علي شغلنا بنسيبهم وقت الحاجات العادية اه طب وهتعمل ايه موه برضو لو الولاد عندهم امتحانات ولا حاجات زي كده في النهاية خالص ما هو انت برضو الدكتورة انت فتحط امتحانات فهتعمل ايه في القصص بقى بتاعت مسلا جداول امتحاناتهم في اوقات البروفات طب ده احنا عندنا حفلة ده احنا عندنا برنامج ده احنا عندنا مهرجان بتعمل ايه مفيش بنفس الفكرة انا اقصى حاجة اين فيعملها ان انا مجموعة تحتر وانا اشتغل معها ومجموعة اللي هي اللي عندها ايرجنت او لازم امتحان الوقت تروح تغيب النهاردة وبالتالي بتجمع مجموعة كبيرة جوه الوركستر عشان تقدر تبدل ما بينهم لا 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 نفس المجموعة دي برضا انا بس دي بتبقى لود علي انا ليه لان انا بقى بشتغل مع دول ومفروض ان انا عوض لدول المجموعة دي وفي نفس الوقت المجموعة التانية اشتغل ما تجيلي وكون جلومش موجودين بالضبط بس انا عمال بحب وبقى تحدي بقى ان انت ازاي الطفل فوق انا بقى قعدت فترة عشان اوصل الولاد ان انا دي وقفت على المسرح موضوع انتهى الوصف معايا ده اساسي اي الوصف دي انتو معايا اه دينية تحت بتتهدي بقى في حاجة بتحصل فيه مش عارف مين ماينفعش ليه لان هما بيعزفوا بقلت انا بعزف بيهم ايو ماينفعش انا اعزف من غير القلب بتاعتي فلازم هو كل واحد مركز معايا وازاي انت طفل معارض او حتى كبير معارض تغلط ازاي تتعامل مع القلب هل هنهد الدنيا كلها عشان تغلط ولا هنزبط هنلم الدنيا ازاي بالضبط ولازم هو الطفل ياخد هو ثقته بياخدها منك تعرف كان فيه لسه شايف على نتو رايب واحد كان بيقود تعبيرته اشفه عامل كده اهو عامل كده اهو طب ماه ده ماينفعش يبقى متفاعل مع الولاد بقى لا ده مع فرقة كبيرة بس فرقة انه هو بيقولك بيقود ازاي بتعبيرات وشه انه هو الراجل بيعرف الناس فهمت وشه او الله ازاي بيعلم اصل اهم حاجة في قيادة اي اوركسترا هي الاي كونتاكت انت بينك وبين المجموعة حتى لو اوركسترا ما تعرفهاش موارب ما انت قعدت لازم اقول الحقب تجيب عينيهم كله معاك بس بيقول ازاي ده يعني قيادة اوركسترا الكبار بقى بتحتاج حركات اليد علشان الميزان والمغزورات لا ينفعش لازم اجيبهم لان المفروض اي حد حتى عازف بيزبط النوتا بيبقى الالة بتاعته شايفها وشايف النوتا وشايف الماسترا ما ينفعش بقى الانت هنا والماسترا هنا عشان بقى زبط على خط واحد المسألة مش سهلة زي ما الناس متخيلة لا 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 عملوا احصائية كان الله رحمه مصطفى ناجي الله رحمه كبير طبعا قالك كان في القاء عملوا احصائية على اصعب مهنة في العالم كانت قادرة الكسرة لان مطلوب منه ان يكون ترول المجموعة دي كلها ويحط اكسبريشن العالي والواطي خلاص ويزبط السرعة مش محتش يجرى وحد يبطأ خلاص ويفيد لما يجي نقفل في وقت واحد فحضرتك اللي انت بتسمعه كمتلقي من كل العازفين دولي لازم فالماستر بيقعباره عن شخصية وعيم ومجموعة حاجات كلها هنا بقى الموضوع بيفرق معايا ويبطأ دي انا لمعلمها فهنا بقى عارف النقاط ضعف وقوط كل واحد تربية ايه دي زي ما بيتأيب اه بالزبط وهو عينيه معايا فانت مثلا محزول فانا بطمنك ازاي بشد عليك ازاي بفوقك ازاي ما تيجي تسرح فانا كل واحد كل واحد بالنسبليك كتاب مفتوح فانا بكنترول الموضوع بحيث ان احنا يطلع العمل زي ما حارف تسمع لحد ما شكله صحيح